سباح الفل للناس الكل انتم تسمعوا في كاريير على إكس بخزافام كما العادة والله لا يقتعلنا عادة إيمان بخور سباح الخير إيمان سباح الخير وائل سباح الخير لكل مستمعين شكرا لك كما عودناكم من تخنفية إكس بايغ اليوم بشيكون سيزوهاير مبارك سباح الخير سيزوهاير سباح الخير شكرا لقبولك دعوة سيزوهاير انتي فياجيست انتي أجاند فياج كوتش فما حاجتنا انتي متخصص فيهم لحقيقة لفتو انتي بيه اليوم كاكريت السيرين بتاعك ووركشوب، فورمسيون، تيم بولدين، كوتشينج دوم الكل يمهدو الامبيانس بيها في وسط الشركة وهكا ريلمان تناجم الشركة توصل لليزوبجيكتيف متاحة من منطلق عائلين وعنما يساكري ينمبيانس فاميليال في وسط الشركة وذي مهم جدا اليوم كان نحنا بش نحكيه على التخطيط وبش نحكيه على الاستيباق يذي الكلو أكيد عندو لزابانتاج متاعو وزادة بش نحكيه اليوم عاصي منصف المكاشر الفامي منصف المكاشر اسم كبير بوانتور كبيرة ياسر اليوم في السينما تونسية مش كان في السينما في التلفزة في التلفزة الكليب، الفيكسيون، الفيلم، لتولك شو الحقيقة اسم كبير ياسر وتجربة كبيرة ياسر اليوم بش نرجو عليها بأكثر تفاصيل تودسيد شو معاك إيمان في كوتشينج إكسبريس والسجال اليوم هو النيغوشياتيان النيغوشياتيان هذي اللي هي ما تختصرش كان عالخدمة اليوم نعرفو اللي حتى الطفل صغير بشي شري حاجة يبدأ يلونتام يمسيختين النيغوشياتيان هذا الكلو بيانسور باش نعرفوه من عندك انتي إيمان بخوش في كوتشينج إكسبريس إيمان النيغوشياتيان فهما دي تكنيك دو نيغوشياتيان كون حكي نقبيليك حتى البوستور عندها دخل في النيغوشياتيان وقتش النيغوشيو اسك أي وقت نجمو نيغوشيو فيه لي اسكو نيغوشياتيان تطلب منا زيدا نحنا نصطادو كالوقت هذا كالوقت لبيه اللي نجمو نخذو بيه اللي حاشنا بيه كيفيش اللي تكنيك وقتش بالضبط كيفيش نجمو اليوم لتعلمو اللي تكنيك دو نيغوشياتيان معك انتي إيمان انتي واق القبيلة قلت حتى طفل صغير بيه اللي نيغوشي هو في الحقيقة لوليد صغار قوي يسر في اللي نيغوشياتيان خطر عندهم كابتال سمباتي كبير يسر وعندهم ذكاء عاطفي خارق للعادة شنو ما اللي تكنيك وقتش ان نيغوشي اكيد فما دي تكنيك نرجع معاك الوقتش ان نيغوشي دونالد ترامب اللي هو قبلة ولي رئيس امريكيا كتب كتب عن نيغوشياتيان على خاطر اهم مهارة في الدومين تاعه اللي هو اليموبيليا هي التفاوض متنجم تعمل الفلوس اللي هو عملهم في اليموبيليا لما تكون التفاوض بارع وكتب كتاب اسمه The Art of the Deal ولا فن التفاوض ولا فن المعاملة على التفاوض قال فيه عمرك لتتفاوض كونش كان يلزمك تتفاوض معناها وقتش نتفاوضوا ما نتفاوضوا كان وقتل حاجتنا بش نتفاوضوا خاطر كاينا كي نبدو نحنا تدخلين للنغوشياتيان تقول انتي كاينا تدخلين en position de faibleس مش على هذا كهو خاطر اوني باو بلجي داتت en position de faibleس اما على خاطر فما كي السمعة تبنيها وكان انتي السمعة متىك اللي تقرقش على كل شي وتتفاوض على كل حاجة ماكش بش تبني صنعة صنعة تخلي الناس تحب تبيرك لك انتي تشري من عندك انتي معناها ما تتفاوض كان وقتل يلزمك تتفاوض وكانت نجم تعطي انفلور خاطر سيديوين وين هو الديل البيهي ولا معناتها صفقة البيهية في التفاوض هي صفقة المربحة للطرفين والصفقة الخايبة ولو انتي ربحت فيها هي الصفقة اللي نخليوا عليها القيمة على الطاولة كيفاش ناخذ مثل انا وياك نتعاركو على كعبة بوردغين به الكعبة ذيه يجي حد يجي زهير يقسمها في اثنين يعطي كنت يشتر انا اشتر في بالو المشكلة تحلت او انا حاجتي بالزيست متاع البوردغين بش نعمل قاتو وانتي حاجتك بالجو خاطر حاجتك بالفيتامين سي به شعملنا معناه انا بش نلوح اشتر الجو وانتي بش نلوح اشتر زيست هذيك هو تخلي المفاوضة تخلي القيمة على الطاولة متاع التفاوض احسن تفاوض وقت اللي منخليهوش قيمة نلوحوش نلوحو في الزبلة حتى شي وزيدة نخرجو ربحين الناس كل هذيك احسن الحالات في التفاوض التفاوض باهي يا ايمان خلينا نقول وتوى الوقت اللي نصطدوه خاطر مهم جدا كلمة نصطدو الوقت على خاطر انك تكون معناها انك انتي تعرف وقتش تنجوشي هو وقتش تنجوشي قبل اسألتني عن التكنيك اللي تاخذ وقتك المزروب هو اللي يخسر في الناس فما حاجتين فما بارشة بارشة حاجات نجمونت وخاوها وشوية حاجات نعرفوها اما حاجتين اساسيين في التفاوض اول حاجة هو تاخذ وقتك ثاني حاجة هو تسكت وما تتكلمش علش فما حاجة في التفاوض اسمها افضل البدائل كان انا بش نكري من عند كوي الستوديو هذي بش نسجل حصة في إذاعية والحصة ذي حاشي بسجلها اليوم ما درتش علستوديو ما عندي حتى بديل عندي بديل وحد هو استوديو متاعك ايش كوني اقوى في التاولة انتي اقوى اي بي توأينا درت علستوديو ويت الكل عندي حتى استوديو وما تغفيداري اموري واضحة عندي كونتخا كادر معاي بوات دو ايش كوني اقوى اينا اقوى معناها يلزم افضل بدائل شنوى كان انتي افضل بدائل ركب اشتربح ساودي اخوى معناتها النيجوسياشون متل تلعبش نهارت فالتتلعب من قبل تتلعب بالتحضير معناتها بالتحضير وبالبخو اكتفيته اللي بشيحكي علينا عليها زوهير مباعد اللي هو الاستباق يعني كانينا بش نطبع الورقة هذية بروشير ومعنديش مطبعة ثانية وثالثة نتعامل معها ومانيش متعاقدة مع ناس ونجي بش نطبع من عند زوهير اكيد زوهير معناها بشي يعطيني الو بخي ببليك متاعو بشي طيحلي كانكي انا عندي دوت خزاف وكل شي معناها يزمني ديما عندي بدائل في الاندال ويزمي اللي قدامي نوريها اللي انا البديل الوحيد اللي لعند وكل خايبين يعني انتي وائل بش تواريني هذي استوديو الوحيد المجاهز هذي استوديو الوحيد اللي معاقم هذي استوديو الوحيد اللي في الازمة هذي اسجل لكي ما تحب أنتي ولي تكنيسيا كل خي بروف وكلهم ماتا غي ما هي الفرق بين النيغوشياتين التي تصير في الإطار المهني والتي تصير على الصعيد الشخصي؟ نعرفه اليوم في معبيد اللي هو ما دوي في النيغوشياتين كي يبدوا انفامي وإلا كي يبدوا مع صحابهم لكن كي يبدوا في إطار مهني يصير كما نوعاً مام البوك هو النيغوشياتين كما البوكس شوية ولا اللي زار مرسو هو خليط ما بين القوة وما بين المرونة فما مدرسة القوة في النيغوشياتين بوتين معروف مدرسة القوة ترامب مدرسة القوة اللي كان أنا أقوى معناها نربح وفما مدرسة المرونة كي ما بورجيبة لا يرحموا اللي كان أنا أذكى ومرن أكثر ونسمع نتصنط ونوريك لي فما بداه اللي ونعمل إيشان جوين مين أنا نربح هو في الحقيقة زوز ما دير استحاح معناها خليط ما بين القوة والمرونة عليش النائف هما ناس قويين في الدار وضعاف الخدمة ولا العكس بالعكس على خطر تلقاه مثلا كان هو من مدرسة المرونة معناها أمباتيك يحط روحه في بقوة العبيد وذيت سمخش بيها في العائلة وكان هو مدرسة القوة سمخش بيها في الخدمة خطر إلسان بوز يضرب على الطاولة ويجري على حقه ويتباحها للأخر وما يسيبش حد شيء هذي كأي بش ينجح في الخدمة في بعض النيجوشيات على كورتغم أما شوف قدش يخسر من العلاقات وشوف قدش يخسر من توتر في الخدمة وقدش يخسر على حساب العمل الفريق وعلى حساب لكولتور دانتخبخيز معناها قد ما تتقوي في الكاريزما وتاكا بسيطة تنبوز أمورونتك في فرد وقت قد ما تكون نيجوشياتور بي الكلمات اللي هوم أأيلميني كي نبدو نحنا أني أنت عندي نيجوشي أأيلميني تفرش أوراق كل كل أأيلميني توري اللي أنت مزروب أأيلميني توري اللي الخيار هذة اللي قديمك هو الوحيد وإكسترار أغديني دي ما نشوف دي ما نهاني لنا جاناليز سوف أأخذك إنترسان أي دي ما تسأل دي ما لفورم إتنتروجاتيف متاع الكلام متاعي تسأولي ما هوش إجزامي معناها مانيش هنا أسمع أنا إيمان حاشي بهاك لا لا شنوة عندكم شنوة عندكم شنوة ممكن آخر كيفاش نجمو نخدمو مع بعضنا سؤالات مفتوحة ما معناها سؤال مفتوح معناها كيفاش نجمو نخدمو مع بعضنا سواء أل مش أنتي عندك ميكرو زايد دي ما سؤالات منفتحة وإنفتح بشتفرش أوراق الكل في النيغوشاشات شكرا إيمان بخوش النيغوشاشات حاجة مهمة ومهمة جدا نذكر عليش نجمو نتلقاوها en podcast على radioexpressafem.com وإلى تلقاوها على الباج أوفيسيلا متاعنا سور فيسبوك Expressafem سيزو هاير مبارك نعود الرحب بك مرة أخرى سيزو هاير باللجو بيانسور تختار ديزاكتيفيته غير معتادي نذوكم دوك مهم جدا الشيادية تتسويت بش نحكي معاك سيزو هاير مبارك على أهمية الاستباق في إدارة الأزمة وأهمية التخطيط بش نجمو نوصل للشيادية تتسويت معاك في أفيد إكسبير أفيد إكسبير سيزو هاير مبارك التخطيط أولا خلينا نفسروا ما معنى التخطيط وأهمية التخطيط في حياة الشركة قبل الشركة التخطيط هو على مستوى الشخصية صحيح إنسان اللي ما خططش الحياة الشخصية يتصعب عليه بشي خطط الشركة وبشي خطط العائل وتخطط أي حاجة أخرى صحيح خط ما تعلميش هو ستو ناتيتود يعني نكور أنه إنسان يكون مخطط استباقي هي أتيتود نكوردو يكن نمشيه من الأخر كما تقول قلت لي أنت مثلا استباق الأزمات أنا نقول ربما حاجتين في الدنيا ما يشاوروش قبل ما يجيو الفرص والأزمات الحاضر اللي خطط اللي حط على ما يوالي فهمتني كان جاته فرصة يغتنمها وقت اللي غيره مزال يتفرج زعم هي أو مش هي هو طار بها سيد والأزمات كيف أزمات كتصير لقدر الله الإنسان الحاضر نعنش أن اليوم في الكورونا ولا في غيره مثلا اللي عايشينه اليوم اللي صحته باهية واللي عنده يجين دو في باهية يكون عنده معناه اللي وضع متاع وأحسن برشة من إنسان اللي هو معناها عكسه يعني تقول أنت هو السيد مثلا كننغطو على سبيل المثال الأزمة الصحية اللي نعيش فيها اليوم العبد اللي هو عنده إيجين دو في خير مخطط نوعا ما الأزمة تنجم الجي في أي وقت ينجم خطلها الطريقة معناها كونسيونة أو الإنكونسيونة مش لازم قاسدها أوبرا وينفري تقول نفس الكلام اللي أنت تقول تقول فيه اللي الحظ هو التحذير وقت اللي قابل فرصة ذك هو الحظ هذا نفس الكلام اللي أنت تقول فيك أنت تقول اللي التخطيط هو أتيتود معناها العبد اللي هو صغير حتى على السيم حتى على الصيف متاعه كي بشي عادي دونك التخطيط هو قبل ما يكون مهني هو شخصي بل كل شيء لكن اليوم لأنه شخص قبل هو وراء المهنة وراء الشركة فما أشخاص بالضبط لكن بانسور فما حاجات العبد النجم يتولد بهم لكن فما حاجات العبد النجم يتعلمهم واليوم زهار بشي علمنا ظهار لك فش كونوا استباقيين ونكونوا مخطين جيدين نعم الجادي أي وليه أي وليه سريتين معنا نحنا اليوم بش نحاولون نستنفع بالكسبرتيز متاعك نرجع طوى لإطار الشركة اليوم الشركة هي تخدم بانسور عندها ديما تخطيط الشركة على عام على خمسة سنين على عشرة سنين أنتي واللوغر اللي تخزر منه الشركة وانتي والهدف اللي تحب توصل له أهمية الاستبياق في إدارة الأزمة أولا كي نحكيه نحنا على أهمية الاستبياق في إدارة الأزمة مهم جدا زيدا أنها أهمية الاستبياق للأزمة في حد ذاتها بطبيعة بطبيعة حرب خليج لولة بعد عشرة سنين قد قد ألفين واحد حدش سبتمبر بعدها أربعطاش جام في المبارك من كوردو ومن وقتها وشوش صاير دونك الإنسان مثلا أنا في السياحة في السياحة قلت لهم أنا الإنسان في السياحة عبارة إنسان يلعب على يعمل في قدوس معنا في أكل الشاتو على شط البحر دوقت شوية وجي موجة كبيرة تهزلوا كل يعاود يبني من جديد دونك ذكي هو يمشي يبقى خمسمائة على عشافة مثلا هو يشكي منها كبسيطة في السياحة مثلا نحن اللفات اللي نعيشوا في الأزمات هذية ومتكررة ومتعاودة ونعرفوا لي معنا حرب تصير في أفغانستان نجوعه وحنا هنا حرب تصير في العراق السيح يقول لي ما عاشي يجي إلى تونس دونك الواحد يقول لي يخذها في الاعتبار بتاعه أول حتى في المتاعه فنبدي أكور تيرم أموين تيرم فما يصير على اللوكال فما حاجات تصير على الإنترنسيونال فما حاجات تصير على السياحة كما نقول وحنا الصيفية نخدموه مع الثقافية مع الأجانب فما تخطي تخري يصير على المرشي اللوكال اللي هو كولتوري تخدم على الشركات فما بدي فالواحد تقول لحنا معنا ريبرتير خاصة خاصة سيزوهاير مبارك اليوم في ميدان السياحة هو ميدان يتأثر يسر بالشانجمات اللي يصيروا في العالم حتى كما كنت أنت تحكي اليوم تنجم تصير مجاعة في بلاد بعيد علينا نوعا ما يتأثر علينا حتى مش بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة لكن اليوم الاستباق في إدارة الأزمة موجودة ذا اليوم في قطاع السياحة متاعنا والله نحكي كان على نفسي أنت تحكي لنفسك وتحكي من منطلق زادة معرفتك كل الميدان اللي تنشط فيه اي اي اول حاجة شوف هاو من من الطرق الاستباقية أنا اليوم عبار سياحة عند الانتاج للسماع البصري عندي عندي الريلوكيشن هذي هذي نتلاحو بليزيكس باتري رجيو لتونس ثم هلا فورماسيون ما أنت ما تحطش العظام لكل فرق مثلا هذا من الاستباق عبار عبار اني منحوش الثلاثة اللي ترواز اكتيفيتية ذوما عندهم اللي هو المعرفة متاع البلاد معرفة دقيقة للبلاد ينريزوها الانترنسينال نفس ستاف هو بيدو فامتني كي جي سياحة يخدم سياحة كي جي ببروديكسيون يخدم ببروديكسيون كي جي للاحدة احنا بعد الثورة القيد اللي كان يخدم في كارتاج وفي ويحكي على حنب وعليسة واجماعة والرومان وكذا ولا واقف في المظاهرات في ويعمل بالنسبة للصحفيين ايه يخدم مع صحفيين يخدمنا مع ليبيا وخدمنا مع جزائر وخدمنا مع ناس وكل من ناحية الاستباقية انك تحط روحك في وضعية اللي من ينجي تززي نقول احنا يعني من طرق من طرق الاستباقية هي انك اليوم تحاول توسع مع انت عمالتو استباقيا كين جيبش تعلمني وانا عمري ثماني أسنين كيفش مكون مخطة وستباقية كيفش تقول لك زهير احكي معايا على قد مخي كنت ترين شوف البنتي كانوا عمرهم ثمانية سنين. شنو اعلم. حوايجة بسيطة ياسر. نعلمه مثلا وانه ما يدوم شيء في الدنيا. وانه الحمد لله بالعالمين عايشين متفرهدين. ماكت الفلوسها ديكرة ما هيش سبيلة تحلها ويخرج الماء. ودير وقتي صارت لازمة عام 2015 قالوا لي من اكثر حوايجة تعلمناها وانه ما يدوم شيء. وتعلموا على رواحهم. مثلا انهم يقروا وحساب حوايج بسيطة. انا نعطيك مثال مثلا توانك نخرج نجري ولا نخرج نعمل فيلو مثلا. نهز وريقة معاها نحط نكتب عليها ومكتوبة في واحد أصفر ومحتوظة على النصفي الهنا. في صورة فهمتي بالأقيقة معنا يصير لي حادث تصلوا بها زوجتي رقمها كذا شاركتي رقمها كذا. هزوني كلينيك فلانية دكتوري فهمتي فلان فولاني. حوايج بسيطة ولا? اما استيباقية. استيباقي حاجات راهي اسمع تبدأ بحوايج بسيطة ابسط منها ما فهميش. يعني انتي يعني اليوم اللي تحب تقول هنا اللي الاستيباق راه في ادارة لازمت الكلمة الكبيرة هذية راهي اقبل ما توصل للشركات وقبل ما توصل للتخطيط الاقتصادي كسوه على مستوي البلاد ولا على مستوي السياسة الممنهجة بكلها راهي تبدأ بحكاية بسيطة كيما هكاية كيما سيطة كنت تحكي انتي واحدك واحدك تبدأ تغزر للأزمة نوعا ميلي بطيطة كنت تحكي بشكل مستوي لكن بعد هما من نتري في زيان انسان المعارش روح والماشي اي طريق بهي بنسبة لي معلحه سينك قال نعم سينك قال اوكا ماني فابوراب باكاو الى اوكاو لا اوكاو لا اوكاو لا اوكاو لا اوكاو معلحه سف تشوف برشهنس معنها تولدد الراوذة بوه الواسط العالي الحومة الى سيدي كذا كذا هما ليفق و هما الميفقش فما اللي فيه كما قال في المصر انا احنا فين ثم اتنين. وفما اللي يستنى حتى تجي ازمة كبيرة في حياته باش يتخذ باش يعملك رميزة هذي كم. انا شكونو في المشي. نعم. انا شكونو في المشي. نعم لنا. اللي نهار كل اللي نسمعوا فيه في البلاتويت. البلاد ما عندهش رؤية. يا ودي الاشخاص ما عندهش رؤية. اسأل الناس لاش تقرأ في هذا ولا عش تخدم في الخدمة هذية. ايه اللي ما يقول لك هذاك اللي ولدك بغرفتيش هزة تقول ايه وانتي ما عندكش دور في المصير. باهبوك واموك يعطيهم الصحة. عاملو جاهدهم باش وصلوك وحطوه اعطوكم عنه الموارد اللي عندهم. ايه انتي هنفاق الملوقات واقف المسرحية. ونقول لك اذر خيرك بابا وامي السيناريو هذا عندي الحق باش نعاود نكتبه من جديد. ولا ناخد مصعبا موافقك وميش حاجة سهلة. اما الوعي وانه من حقي باش نصر الترحياتي كما انا نحبها. فهمتني. طوما نعطيك مثال انا عارف اليابان مثلا عشت في عجرة سنين. ايجيوا برشة ناس يسألوني. شنو هيك في اليابان. قل مشوف انا عندي خمسة وعشرين عام اللي خرجت من اليابان. انا بش نعطيك ما فما في زيدي وزوادي. خوذ منو انتي مك بش تمشي الغادي. اللي بش تلقاه مزال موافق ومطابق ال الواقع. خوذ وحفظ بيه الباقي رو. فهمتني. بناتي كيف كيف. قل ما عاشب انتي شوف. كله انا بما فيه يرشحوا. انا هاوش عندي. هاوش تعلمت هاوالباركور اللي عملتو. هذا نحطه لكم عالطاولة. فامدي خوذ منو اللي يصلح لك في طريقك. كمل بيه. واللي يصلح لكش. التخطيط. ايمان ايمان لاحظة بركاني جايك. التخطيط سي زهير يختلف من اليوم كنا بدون نحكيه على الانديفيديو في حد ذاتو. تختلف على الشركة. تختلف على البلاد. شي الفرق بين هاتن مادومة ثلاثة. نفس الشي. عندك فيزيون. مثلا فم الناس. يقول لك مغير ما حتى ما يشعر. تخلق معنى الشانة مثلا بشي يخلق مواطن شغل. فهم اشكون يحبي لما فلوس. فهم اشكون يحبي شيخ. يدوتو ولا. بحي. هذي الفيزيون. ان بعدك الفيزيون هذي كباش بتتجسم. بحي سيدي قال نحب نخرق ثروات. عن طريقيش. فهم اشكون يالعب في البورس. فهم اشكون يكون باتبعة الحال. ثم مع العلم.